احنا فين؟ اعرف مطلوب مننا ايه؟ اعرف ان الوضع الصعب اللي احنا فيه مش ابن النهاردة ولا ابن بارح ابن 32 سماء ابن الناس اللي عملين النهاردة يتصلحوا في قضايا الفساد يا راجل كمال الشازلي وابنه بقى ناقف البرلمان يا اخي يعني ابنه ناقف البرلمان وعنده كسب غير مشروع يروح يتصالح ربط كلام 32 مليون جنيه امال هو الموضوع كان كام؟ قالك ده صرورتهم 3 مليار تابو النبي منين 3 مليار؟ وجمال مبارك بيقولك ده كان بيدخموا في صرويتي وانا صرويتي لا تتعدى 3 متر بعمل مليون يا سيدي انت جمال مبارك وعلاق مبارك والاخ معتز الشازلي واخوه محمد الشازلي وكل ولاد الناس دول انا عايز اعرف واحد فيهم بس ييه جدا قدامنا يقول ايه امكانياته العبقرية اللي تخليه عنده المليارات دي كام واحد في ابناء الشعب المصري انضف منه ومخه انضف منه وازكى منه واشتر منه واكثر اجتهادا منه خاد ايه؟ تلاقي عنده السكر وعنده السرطان لانه مش تلاقي هاكل وتلاقي الناس دي اللي عنده قولك انا ما عنديش الخلاف كان مين امراهيم سليمان ولا مين يقولك الراقب بتاع مليار وشوها ده لا مش صحيح مش صحيح لا ده كم مليون سبعمائة مليون جبتم حضرتك منين؟ من اين هذه الملايين؟ طبعا مش عقود اعيد وازيد ويتحرق في دمنا الفساد احنا كنا فوق بركة من الفساد احنا كنا فوق بحيرة من الفساد احنا كان عندنا شلال من الفساد وبعدين يأجي النهاردة اقول هو انا الوضع اللي انا فيه ليه؟ الوضع اللي انا فيه علشان اللي فات علشان الكتب اللي فات والخيانة اللي فاتت والسرق اللي فاتت والفساد اللي فات وخراب الزمن من اللي فات احنا لغاية النهاردة بنحاول نقول خراب الزمن موجود منعشش في الناس اشتركوا في القناة